هذا النوعي من السمنت يعني تستخدم بالأسوص أي منطقة أو أي مشاء يلامس التربة كون التربة تحتوي على أملاح كموليتية أملاح أكل أريدية فهذا النوع من السمنت يقاوم هذه الأملاح نعمة السمنت نحن كمصطلح علمي يعني نداولة بالسمنت 2500-2600 خلصة هذا السمنت العالم هم طلبوا وقتها السمنت ببنين 4500 يعني وضغطوا لهذا فبدينا بوقتها تجارب يعني جهود وكذا وهذه قضايا علمية واستشارية الان توصلنا أنتجنا هذه النوعية والحمد لله احنا مستمرين من ديش الفترة لحد الان التجهيز يزول وضع حيانا نصادفنا مشكلة الكهرباء الكهرباء يعني المعمل بالجزء الرئيسي هو الفرن الفرن ما بسهولة يعني نحوله إلى فلنقول الحالة استقرار إلا بعد ثمون طاعة الساعة إحماه وما إحماه تقريبا ثمون طاعة الساعة نطي إحماه إلا أن يستقر هو فلندوارك بجنابك شايف إنت ما شايف التبقى بلا ما تبتلين أي فمنين ينطى في الكهرباء نقود الناس منبردين نقود الناس منبردين من خلال زيارتنا لمعامل سمنت النينوى في بادوش وحمام العليل وجدنا بأن المعامل الإنتاجية بدأت بإنتاجها بعد التحرير مباشرة وبجهود ذاتية من قبل الموظفي والعاملين على هذه المعامل الطاقة الإنتاجية لحد الآن متوسطة وكانت سابقا قبل شهر أو أكثر كانت جيدة لكن بالوقت الحاضر قلت هذه الكمية بسبب قلة الكهرباء ومنقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى عجز في الإنتاج إلى نصف الكمية وكذلك ارتفاع أسعار النفوط لكن مع هذا المنتج المحلي في محافظة نينوى قد أدى إلى وجود أرباح لهذه المعامل التي تساعد على صرف الرواتب وعلى صرف الكافة ما يحتاجه هذا المنتج نبارك للموظفين والإدارات الموجودة في معامل السمنة الشمالية جئنا إلى هذه المعامل من أجل متابعة الأجور اليومية وتحويلها إلى عقود وزارية لكن لحد الآن في الإدارة العامة نجد لحد الآن لم يتمل العدد ولم يتمل إجراءاتهم على الرغم من أن هناك توجيه من السيد الوزير بأنه يكون في أسرع وقت ممكن ونحن نطلب بأنه يكون أسرع وقت ممكن لأنه لحد 25 ثمانية تبدأ موازنة جديدة وتبدأ أرقام جديدة لا بد أن يكون هناك الأرقام والمبالغ التي تحتاجها وزارة الصناعة دائرة السمنة الشمالية المبالغ مثبتة في وزارة المالية من أجل صرف وواتب هؤلاء سوف يكونون عقود حسب توجيهات حسب قرار مجلس الوزراء بمرقم 12 بتحويل كافة الإجراء اليوميين إلى عقود وزارية بالبداية نقدم شكري وتقديرنا إلى الست محاسن لمتابعة موضوع العقود وموضوع العملية الإنتاجية وعلما بأنه ست محاسن تكرر زيارتها عدة مرات من أجل مساعدة أهالي الموصل وسيرة العملية الإنتاجية الموجودة في معاملنا ومن ناحية العقود إن شاء الله سوف يتم متابعتها وإكمالها بأسرع وقت ونشكر السيد بشكل خاصش سيد معالي الوزير المحترم والسيد حسين محسين عبيد على تقديم المساعدة والمشورة لنا من ناحية تعيين العقود الأجور اليومية معمل سمنت الحدباء هو أحد معامل الشركة العامة لسمنت العراقية الحقيقة بعد التحلير تمت المباشرة بأعمال تأهيل خطوط الإنتاجية من قبل كوادر المعمل والحمد لله خلال ثلاث شهر تمكننا من إعادة المعمل إلى الحياة والتشغيل معملنا بصراحة مختص بإنتاج سمنت المقاوم بعدة أنواع قسم من هذا السمنت يستخدم في تحشية أسس سد الموصل هو فائق النعوم وسريع التصلب واطئ القلويات كما باشر المعمل بإنتاج سمنت آبار النفط تبطين آبار النفط نوع جي ونوع بي وكذلك السمنت المقاوم العادي يستخدم في أسس العمارات وفي المجاري الصحية وفي المنشآت الملامسة للتربة التي تحتوي على أملاح كبريتية المعمل حاليا ينتج بحدود 250 إلى 300 طن يوميا ويجهز المنشآت الحيوية مثل ما قلنا يعني مشروع سد الموصل وآبار النفط لا توجد مشاكل كبيرة ومعوقات باستثناء موضوع الكلف العالي للنفط الأسود اللي يستخدم منتاج هذا وكذلك انقطاعات الكهرباء لكن حاليا يوجد تحسن بموضوع الكهرباء وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل من ناحية الإنتاج ومن ناحية التسويق ترجمة نانسي قنقر